اهلا بكم من جديد اعلنت السلطات في كندا الوثور على جثة احد المشتبه بهم في عمليات طعن مروعة وقعت يوم الاحد في مقاطعة ساسكتشوان وعثرت الشرطة على جثة داميان ساندرسون صاحب الواحد وثلاثين عاما وقعت عمليات الطعن وقالت الشرطة ان شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال طليقا ورجحت وجوده في مدينة رجينا وحثت السكان على التزام الحذر لانه ما زال خطيرا حسب ما قالت الشرطة واصفرت حوادث الطعن التي يعتقد ان جزء منها كان عشوائيا لمرة صادف وجودهم في مكان وجود الشقيقين عن مقتل عشرة اشخاص بالاضافة الى ثمانية عشر جريحا ويعتبر الحدث من اشد اعمال العنف الجماعي دموية في كندا وثمت حالة من التوتر في مدينة رجينا وشهد المشتبه بهم لاخر مرة وعثر على جثة دميان بالقرب من منزل كان يخضع للمراقبة بحسب مساعدة مفوض الشرطة وقالت ان الجثة كانت عليها اثار جروح ظاهرة وكان مايلز ساندرسون معروفا لدى الشرطة ولديه سجلا اجرامي حافل وطويلة يشمل جرائم ضد افراد واعتداءات على ممتلكات ووقعت عمليات الطعن في 13 موقعا مختلفا وهذا الحادث المروع مقاطعة ساسكتشوان وبعد وقوع الحادث اعلنت السلطات حالة الطوارئ فيها هذا وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الاثنينة قال ان هذا النوع من العنف او اي نوع من العنف لا مكان له في بلدنا واضاف ايضا قائلا ان مثل هذه المآسي اصبحت شائعة كثيرا وقالت الشرطة الكندية ان المجرم الذي فارق الحياة داميان ساندرسون لديه اصابات واضحة لا يعتقد ان هذه الاصابات قد الحقها بنفسه اما شقيقه المشتبه به الاقر الذي لا يزال طليقا وهو مايلز ساندرسون صاحب الثلاثين عاما انصيب بجروح واضافت انه على الرغم من عدم تأكيد اصابته الا ان الشرطة ارادت تنبيه الجمهور في حال طلب المساعدة الطبية ان لا يتطوع لمساعدته وان يبلغ الشرطة فور رؤيتهم فورا وقالت الشرطة التي حددت المشتبه بهم كشقيقين ان مايلز ساندرسون المتهمة الهارب لديه ايضا سجلا اجرامي طويل ويشمل جراء تتعلق بالاشخاص والممتلكات واضافت انه مسلح وخطير وان هذا يرفع عدد وفيات هذه المأساة الى 11 شخصا وتسعة عشر جريحا وثلاثة عشر مسرحا للجريمة واحصت الشقيقين ضمن الحصير نادرا ما تشهد كندا هجمات كتلك على عكس جارتها الولايات المتحدة الامريكية ويعتقد ان هذه الاعمال قد تكون بدأت بمعركة بين يصابات المقدرات ثم ملفست ان تحولت الى اعمال عنف عشوائية ووقعت عمليات الطعن التي وقعت في ظهير يوم الاحد بتوقيت كندا والموافق مساء الاثنين بتوقيت جريلج وانتشرت انباء عمليات الطعن حيث تم ارسال وتنبيه بوجود شخص خطير الى جميع الهواتف المحمولة في جميع انحاء مقاطعة ساسكتران ومونيتوبا والبرتا وهي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها نصف مساحة اوروبا تقريبا هذا وعربت مصر امس الاثنين عن تعزيها لكندا في ضحايا حدث الطعن الذي وقع في مقاطعة ساسكتران وقال السفير احمد ابو زيدا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تتقدم نصر بخالص العزاء لحكومة كندا الصديقة واسر ضحايا حدث الطعن المأساوي في مقاطعة ساسكتران بكندا وتتمنى للمصابين الشفاء العجل الى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا